بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطابة وقاتكم بكل خير أهلاً وسهلاً بكم معنا في لقاء متجدد من يستفتونك هذا البرنامج الذي نستقبل فيه أسئلتكم والسفتاءاتكم لعرضها على نخبة من المشايخ والعلماء للإجابة عليها في بداية هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ للساد الدكتور خالد بن عبدالله المصلح الساد الفقه المقارن بكلية الشريعة في جامعة القصير حياكم الله الشيخ خالد حياكم الله مرحباً بك وحيا الله لأخواته وسأل الله يجعله لقاء نافعاً مباركاً اللهم أمين أنتم مشاهدين الكرام نسعد كثيراً باستقبال أسئلتكم واستفتاءاتكم وذلك بالاتصال على أرقام البرنامج والتي تظهر اتباعاً على الشاشة فمرحباً بكم طيب نستقبل اتصالاتنا الشيخنا برك الله فيكم أولى اتصالات مع عبدالعزيز من جدة سلام عليكم من السعودية نعم مارد عزيز أهلي السلام عليكم وعليكم السلام حياكم الله مارد عزيز فضلي الشيخ أنا عالي من حالة خوف فإذا صليت يعني جهبت هذه المقاوض عندي يعني كنت مؤمنة الصراع إذا تظلم يعني تجعل هذه المقاوض يعني تريدين أدعية لذهاب هذه المقاوض ليس كذلك؟ نعم يعني 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 دومتهم فيه ما يحدث هذه الأشياء طيب تسمعين إن شاء الله الرجال في سؤال آخر ما بلعزيز سالم من السعودية السلام عليكم أخ سالم السلام عليكم عليكم السلام أخي كيف الحياة طالعمرك؟ مرحبا بك حياك الله تفضل بها سيلتك الله يطول عمرك أنا ودي أكلم الشيخ طالعمرك الشيخ يسمعك كبير في السنة شوي نعم ومع مرض نفسي ملازمة يعني من سني طويلة جدا شفاء الله ويعني ودي أنه مثلا الطريقة المثلة للروقية أو الشيء توجيه سليم أنه مرض نفسي فهو رجل الله يدعه خير يعني يحب للخير وعلى الخير الطيبة لكن يجيه مرض نفسي يصدعه عن كل الأمور يجلس شهر شهرية ثلاثة حتى الصراح تصير دقييد عليه طويلنا توجيه من الشيخ برقي شيء معين يرقي نفسه الرجل لأن الإنسان مثل ما سمعنا من المشاهدنا أنه أفضل شيء يرقي نفسه طيب 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 توجيه سليم من الشيخ الله طيب تسمع الإجابة إن شاء الله شكرا لك سالم طيب أحياكم الله شيخ خالد بارك الله فيكم لعلنا قبل أن نبدأ بأسئلة المتصلين هذا سؤال بارك الله فيكم يسأل عن الأرض المعدة للاستثمار هل تجب فيها الزكاة كل سنة أم عند عرضها للبيع الحمد لله رب العالمين وصليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فكلمة الاستثمار كلمة دلالات مختلفة فيدخل فيها التأجير ويدخل فيها الشراكة ويدخل فيها البيع فإن كان يقصد بالاستثمار هنا أنه يريد أن تكسب بها بما يشترى أرضا ليتكسب بها يتحرأ أو يعرضها ليكسب من جراء بيعها فهذه تجب فيها تجب فيها الزكاة لأنها من عروض التجارة وإن كان لها راغب وسوقها رائجة فوزكيها لكل عام إذا كان أمسكها يطلب سعرا في باله محدد أما إذا كانت الأراضي كاسدة وليس لها راغب في الشراء ولا يطلبها أحد ويعرضوها ولا يجد من يشتريها فهذه تجب زكاتها إذا باعها لعام واحد على الراجح من قوله العلماء والجهور على أنها تجب كل سنة لكن في إيجابها كل سنة مع هذا الوضع الذي ذكرته وأنها كاسدة ليس لها راغب فيه إشقاق وبعد عما فرض الزكاة من أجله فبالتالي الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه إن كانت الأرض مرغوبة وإنما تبسك بها ليحصل السعر في باله فهذا يزكيها كل سنة إذا حل الحول على ماله قومها من جملة المال بقيمتها في السوق وأخرج زكاتها وإن كانت الأخرى بمعنى الحالة الأخرى أنه ليس لها راغب ويعرضها ولا يجد من يشتريها أو يشتريها بثمن يبخسها بخصا شديدا فهذا لا تجب فيه زكات إلا مرة واحدة إذا باعها نعم بارك الله فيكم شيخ خالد أسئلة للمتصلين أم عبدالعزيز وأيضا الأخ سالم يعني سؤالهما قريبا بعض كلاهما يعني أم عبدالعزيز تقول أنها تعاني من خوف وقلق كيف تتعامل مع هذا الأمر تريد أدعيه يعني للتغلب على ذلك خصوصا وقت الصلاة كذلك الأخ سالم يقول أن والده أيضا كبير ومريض نفسي يعني مرض مزمن فيعني يتغيب عن الناس وحتى الصلاة تكون ثقيلة عليه فكيف التعامل مع هذه الحالة على كل حال هذه الأسئلة يعني لها جانب يعالجه المختصون في علم النفس والطب النفسي وأما ما يتعلق بالدعاء فالدعاء ليس له نص محدد فيما يتعلق به سؤال عز وجل العافية من مرض بعينه مثل الأمراض النفسية القلق الرهاب الخوف وما أشبه ذلك إنما يدعو بما فتح الله تعالى عليه من الأدعية ومنها دعاء الهم الذي أوصل نبي صلى الله وسلم بتعلمه وحفظه وهو ما جاء في المسند من حديث عبد الله المسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعاء الهم اللهم أنت ربي اللهم أني عبدك من عبدك من أمتك نصيته بيدك ماضم فيه حكم ومتعدم فيه قضاء وكسرك بكل اسم ولك سميت به نفسك وانزلته في كتابك وعلمت أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدي وجلاء حزني وذهب همي وغمي وقد جاء برواية قريبة من هذا فهذا الدعاء ملازمة مما يكشف الله تعالى بها بها عن الإنسان مما يكشف الله به عن الإنسان ما قد يعتريه من خوف وحزن وضيق وهم ولكن لا يقتصر على هذا هذا وغيره إذا حفظ هذا وكرره يرجى إن شاء الله تعالى أن يجد فرجا وكشفا لمخاوفه فإذا كانت الحالة مستعصية قد تمكن منها هذا الذي يشكو منه الأخ أو الأخت فال يعني فلتستعم مع الدعاء والذكر والصلاة وما إلى ذلك من العلاجات والأدوية الشرعية بما يمكن أن يكون من الأدوية النفسية التي تعين على تجاوز هذه المرحلة سأل الله أن يعافيها وأن يعافيها كل مريض وأن ينزل السكينة في قلوبنا وأن يعيدنا من نزارة الشيطان اللهم آمين بارك الله فيكم شيخ خالد هنا أيضا سؤالي يتعلق يعني بموضوع جائحة كورونا شيخنا يقول هل الأخ بأسباب الوقاية في هذه الجائحة يتنافى مع كمال التوكل على الله كما في الحديث وعلى ربهم يتوكلون لا هذا لا تنافى لا تنافى لا منافات بين أخذ الأسباب والتوكل التوكل عمل قلبي التوكل هو عمل القلب وهو صدق اعتماده على الله في جلب المنافع ودفع المضافي تحصيل ما يحب وفي دفع ما يكره هذا هو التوكل هو عمل قلبي في العصل هذا التوكل الذي في القلب لا يتنافى مع أخذ الأسباب الموصلة إلى النتائج المطلوبة ففي الشتاء يلبس ثيابا كثيفة ثقيلة لأجل أن يحصل على الدفع ويتوقع البرد وهذا لا يتنافى مع التوكل في حصول ما يريد عندما يجر يأكل والأكل سبب وهذا لا ينافى في التوكل في طلب الرزق وفي حصول ما يؤمن من الشبع وهلما جر في أشياء كثيرة يفعلها الإنسان يأخذ السبب وهو معلق القلب بالله في تحصيل النتيجة من هذه الأسباب هذه الأسباب لا تؤدي إلى نتائجها من ذاتها إنما تؤدي نتائجها بقدرة الله وإرادته فهو الذي إذا شاء جعلها مؤدية إلى النتائج وإذا شاء عطل عنها النتائج فكم من زارع لا يحصد وكم من زارع بذر وجد وحصن لكن الذي لا يبذر لا يمكن أن يسرع لا يمكن أن يحصد الذي لا يبذر لا يمكن أن يخرج له زر ولا يمكن أن يحصد فأخذ الأسباب لا يتنافى أبدا مع التوكل ولهذا الناس فيما يتعلق بالتوكل على ثلاثة أقسام قسم يعطل الأسباب ويقول أتوكل على الله والذي قدره الله سيأتيه هذا لا يمكن أن يكون مطلد في الأمور كلها لكن قد يكون انتقائي في أمور يقول أتوكل على الله لكن لا يمكن أن يكون في كل أمر لا يأخذ بسبب هذا القسم الأول الذي يعطل الأسباب ويقول ما ندع الأسباب وعلى الله فتوكله يظن أن التوكل يعني أن لا تأخذ سببا قل لي يصيبنا يعني يستشهدون وما أشبه ذلك الثاني قسم يغلو في الأسباب ويجعل أسباب نصب عينه يغفل عن قلبه في تعليقه بربه وأن هذه الأسباب هي أدوات لتحصيل المطلوب لكنها لا يلزم أن تؤدي إلى النتيجة إذا لم يشع الله أن تكون منتجة لثمارها محصلة لنتائجها فإنها لن تكون مؤدية إلى الغرض هذا القسم الثاني وكلاهما خارج على السراط المستقيم الذي كان عليه هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالسبب والتوكل أنه كان يعتمد على الله بقلبه فهو أعظم المتوكلين وهو صلى الله عليه وسلم أشد الناس ثقة بالله وركون إليه في تحصيل مطالبه لكنه لم يكن صلى الله عليه وسلم مغفر للأسباب ففي جهاده وقتاله لبس درعا ومغفرا وأهوى وتهيى والله في كتابه يقول وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير فأمر الله بأخذ السبب فلا شك أنه أخذ الأسباب مما أمرت به الشريعة ومما جاءت الأدلة به ولكن ينبغي أن يعلم أنك إذا بدلت السبب فلا تركن إليه وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فلنبغي أن يعلق قلبه بالله ويعلم أنه لا تحصل النتيجة إلا بمشيئة الله فيستند إليه بقلبه في تحقيق ما يريد لكن مع هذا يأخذ السبب طيب إذا تعطلت الأسباب ولم يتمكن منها ولم يبقى له إلا التوكل فهنا توكله قد يبلغه النتيجة التي يؤمل ولو لم يكن سبب مثل أصحاب الغار الذين يعني أحيانا قد تنقطع الأسباب بالكلية ولا يكون للإنسان عمل فعند ذلك بذله ما في قلبه من الاعتماد على الله تعالى في تحصيل المطلوب كاف في إدراك النتيجة إذا صدق في توكل الله وهذا معنا كلام القيم أنه لو توكل إنسان على الله حق التوكل في نقل جبل من مكانه لنقله الله عز وجل ليس هذا معنى أنه لا يعمل لكن عندما لا يكون هناك وسيلة ولا سبب لتحصيل المطلوب إلا أن تركن بقلبك إلا لو تطمع في تحصيل مطلوبك فإن الله عز وجل قد يكلمك بإدراك غايتك وتحصيل مطلوبك دون سبب منك بارك الله فيكم نستاذنكم في هذا الاتصال يوسف من السعودية سلام عليكم وعليكم والسلام ورحمة الله وبركاته حياك الله يوسف تفضل بأسئلتك لا الله حياك السؤال الآن الجلوس من بعد الخجر من بعد صلاة الخجر الجلوس من بعد صلاة الخجر في المكان الذي صميت فيه حتى شروك الشمس وبعد شروك الشمس ربع ساعة فكرينا مصاب يكتب لنا بإذن الله أجل عمر أو عمرتين في هذا الحديث أو هذا الأمر صحيح أم لا الأمر الآخر الحق يعني القرح من فرق بين الفرح والعجب الفرق بين الفرح والعجب يعني مثلا إذا فعلت فعلت أمر الدنيوي بحث أمر دنيوي بحث يعني لي صنع مثلا وفرحت مثلا وأنا أنظم مثلا بالشعر بعد أن ضمت الشعر فقعت بطرح الله يعني شيء ليس تعبدي هل إذا فرحت به وأحدثت أن يعجب الناس بالشعر مثلا فهذا وياء طيب طيب واضح سؤالك بارك الله فيك يوسف تسمع لي يا أبا إن شاء الله محمود من السعودية السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أخي محمود الله يسعدكم عندي ثلاثة سئلة السؤال الأول سؤال أول بارك الله فيك أنا إذا صليت الغروب دائما أسوأ العشاء أو أي صلاحة الغروب دائما أنا أقولها وأنا إذا خلصت الصلاحة أقول وأقول لأدكار وأنا أمشي بالبيت بحالة أني أصلي بالبيت لحالة مريض وكذلك إذا جاء الفجر قمت وإزدحت على أفراش وكملت على أفراش وهي جائزة على السؤال الأول السؤال الثاني سألكم الله يجعل واردكم في الجنة البارح عن هل يجوز أن يصلي في مصلى النساء بس السؤال طاهر ما وضح لكم طال عمرك المصلى النساء معزول عن المسجد حق الرجال يعني الله يكرمكم زي دورات المياه برع ولماذا الصلاة في مصلى النساء يعني في ضرف طيب أم الإسلام من الجزائر السلام عليكم على السلام عليكم حياك الله يوم الإسلام عليكم السلام حياك الله تفضلي بأسئلتكم إسلام لا شيخ أنا عندي السؤال أنا زوجي أنا زوجي تتقني مرة ثم من قبل اسمعينا من الهاتف يوم الإسلام زوجك ماذا أنا زوجي تتقني مرة حتى هناك قبل ومعتدار أصروا ناصروا معهد أنني لن نحكم الصوت غير واضح الصوت ما واضح يا أحبة لو يكون الصوت الاتصال على الاربيز هنا لأن الصوت غير واضح أم اسمها من مصر السلام عليكم على السلام عليكم على السلام عليكم وحسا بركاته تكلم الشيخ السمح حبة للشيخ اسمعك نعم أنا كنت بجيب قيور من وحدك فاكتشفت أن هي تسعة الميزان وعرفتها أعرفت أننا أعرفت أنها تسعة في الميزان فدلوقت أخذ منها حقي ولا تسعة عند ربي وهي رجعة في الشيخ الله الله يزارك الله برك الله برك الله برك الله أحيق قبل ما يزارك الله يزارك الله زحل زاك الله خير زاك الله خير يوم أم اسمع يعني أتمنى إشكالية الصوت يعني تكون السماع من هنا يا أحبة حتى يعني يستطيع سماع الأسئلة بشكل واضح لأن السماع من الجهاز الخارجي أبو أحمد فضل أبو أحمد أيها سلام عليكم عليكم السلام ورحمة حياك الله يا أبو أحمد يا ألزيم حياك الله حتى أن الله يحفظكم فضل بأسئلتك الله يرضى عليكم أضبط أمرك الزكاة شاق على حريم الأولاد يعني هن محتاجات والله محتاجين لكن حريم حيالي يعني حريم عيالي اللي ما هو ولكون أو تشاغ على الولاد والعائلة اللي محتاجين الحال مصر والحال طيب طيب تسمع إن شاء الله الإجابة فضل فضل تضل بسؤالك الزكاة اللي تكون على 100.000 ريال كم تستشد طيب طيب تم تم يعني إجابة هذا السؤال بالأمس يا أبو أحمد شكرا للمتصلين على هذه الأسئلة طيب نعم أنا أتمنى من المشاهدين يعني عدم إعادة الأسئلة في كثير من المشاهدين يعودون الأسئلة في حلقات مختلفة فستم إجابتها يعني نعود لكم شيخنا بارك الله فيكم هنا أيضا سؤال آخر عن السؤال هو عن بارك الله فيكم هل تجزل العقيقة الواحدة عن الذكر يقصد ربما يقصد الذبيح الواحدة أو الشاء الواحدة فيما يتعلق بالسنة في ما إذا ولد الإنسان ذكر أن يذبح له وعنه عقيقة وهي للذكر ثنتان شاتان وللأنثى شات لكن لو اقتصر على واحدة بالنسبة للذكر أجزأه ذلك يجزأ ربما يعني السنة أن يذبح ثنتين لكن لو أن اقتصر على واحدة فإن ذلك يحصل به الإجزاء بارك الله فيكم هنا في أسئلة المتصلين شيخنا يوسف يعني سأل عن الفرق بين الفرح والعجب ما هو الفرق بينهما بينهما فرق الفرح هو سرون يغشى القلب لأمر يحبه أو لدفع مكروه زال عنه وأما العجب فيختلف بأنه زهون بالنفس وعجاب بها واعتقاد أن ما نزل به مما يحب هو من قبل نفسه ومن استحقاقاته وإذا عمل صالحا رأى لنفسه على ربه فضلا فالعجب يختلف شعور يختلف عن الفرح قد يقترنان لكن هما في الأصل أمران مختلفان فالفرح سروم والعجب زهو وفخر واغترار بالنفس في ما يكون منها من عمل أو فيما يساق إليها من لسق نعم سهل عن الجلوس بعد صلاة الفجر في المسجد حتى شروق الشمس أو حتى بعد الشروق بربع ساعة عن فضلي الجلوس في المصلة بعد صلاة الفجر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذلك في مراه المسلم حتى جاء بل سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر قعد في مصلة حتى يذكر الله حتى ترتفع الشمس حسنا فكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يجلس في مصلة ذاكرا لربه حتى ترتفع الشمس تطلع طلوعا حسنا أي يتبين ارتفاعها وقد قدر ذلك بأقل ما يكون بخيد رمح وهو أربع درجات وهو ثنت عشرة دقيقة بالتقريب هذا ما يتعلق بسنية الجلوس أما الأجر مرتب على الجلوس فقد جاء في الترمذي من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى في مصلاة حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له أجر حجة وعمرة تامة 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 هذا الحديث رواه أنس رضي الله تعالى عنه وقد حسنه بعض أهل العلم وضعفه آخرون وفيه بيان الفضيلة المرتبة على الجلوس الفضيلة أنه سنة وأنه من أفضل الأوقات وأنفعها للقلوب ذكرا فأنفع الأوقات ذكرا وأنفعها للقلب هو هذا الوقت أما الأجر المرتب المذكور في الحديث ففي الحديث كما ذكرت مقال عند جماعة من أهل العلم وصحاه بعض أهل العلم فصحاه شيخنا عبد عزمباز رحمه الله وكذلك الألباني وجماعة من المتأخرين والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الحديث ينازع في ثبوته لكن الفضيلة ثابتة بفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الله أعلم بارك الله فيكم لدي بعض الأسئلة شيخنا عن الزكوات هنا يعني سائل يقول في سؤاله أنه قرضي العقالي استلمته خمسمائة ألف يعني أنا يقول جالس أشتغل فيه في عمارتي ودار الحول وبقي خمسين ألف هل عليه زكاة؟ علما أنها لا تكفي لكي أكمل هذا البناء هذا المال دين هو مطالب بهذا المال يعني هو أخذه قرضا للبناء أو أخذه دينا أو تمويلا للبناء وبالتالي هو مطالب فالذي عليه دين يجمع كل ما معه من مال ويخصم قدر الدين بمعنى أنا عندي مئة ألف وعلي يدين مئتي ألف وعلي يدين مئة ألف في هذه الحال لا زكاة علي لأن المال الذي عندي كله استغرقه الدين لكن لو كان عندي مئة ألف وعلي يدين وعلي يدين ثمانون ألفا ففي هذه الحال أخصم الثمانين وأزكي ما تبقى وهو العشرون إن كان قد بلغ نصابا وهو العشرون نصاب لكن إن كان أقل من النصاب فلا تجفي الزكاة بارك الله فيكم أيضا سؤال آخر قريب يعني من هذا السؤال يعني يقول السائل شيخنا أخي لديه بيت يعني بناه من ماله ونزل له قرض قرض صندوق العقاري هل يستطيع ينقل ملكية البيت لأخي الثاني ويشتريه منه عن طريق البنك لكي يستفيد من القرض العقاري هذا لا علاقة له بالزكاة نعم هو سؤال في المعاملات المالية طيب تفضل ما هو هو يقول أن أخوه أو أن أخاه بنا بيتا من ماله ونزل له قرض صندوق العقاري هل يستطيع ينقل ملكية البيت لأخيه الثاني ويشتريه عن طريق البنك لكي يستفيد من القرض العقاري يعني هو يريد أن يستفيد من التمويل العقاري من التمويل نعم وطريقة الاستفادة أنه عنده بيت سينقله باسم أخيه نعم ليشترى من أخيه له نعم هذه حيلة على العقد لا تجوز وهي وسيلة إلى الربع لا تجوز إذن هذه المعاملة لا تجوز نعم بارك الله فيكم من أسئلة المتصلين شيخ خالد الأخ هنا في سؤال محمود يقول أنه يعني بعد الانتهاء من الصلاة يعني يسلم ثم يقوم يعود إلى بيتي ويقرأ أذكار بعد الصلاة وهو ماشي إلى البيت وأحيانا يكملها إذا يعني كان بعد سلاة الفجر خصوصا وهو يعني قد استلقى وقد نأ هل يعني في ذلك حرج السنة يبقى في مصلة بالقدر الذي يفرغ من الأذكار التي في أدبار الصلاوات ثم إذا مضى ذلك ولو كان بأقل ما يكون من الذكر يمضي ويذكر الله بقية الأذكار في الصباح في طريقه فيبقى بالقدر الذي يفرغ من أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام وكي السلام تبقى إذا جاء الله وكما كان محفوظا عنه صلى الله عليه وسلم من أدبار الصلاوات من تهليل وتسبيح ولو كان بالأقل يعني عشر تسبيحات وعشر تحميدات وعشر تكبيرات وهذا لا يستغرق دقيقتين صحيح وبالتالي يدرك السنة ويذهب ليأخذ راحة إن كان محتاجا إليها نعم بارك الله فيكم أبو أحمد يسأل عن الزكاة على الولد أو على زوجتي زوجة الولد هو يسأل على زوجة الأولاد إذا كنا محتاجات من الفقر أو المساكين أو عليه الندين فلا حاج أن يعطيهن من الزكاة لأن نفقتهن ليست واجبة عليه ولا هناك ما يمنع من إعطاء الزكاة وقد قام فيهن وصفه إعطاء الزكاة وهو الفقر أو المسكنة أو عليه الندين من الغارمين عليه الندين أما بالنسبة لأولاد فالأولاد من أهل العلم من يرى أنه لا يجوز أن يعطي الإنسان زكاته ولده ولو كان من أهل الزكاة وذلك أنه يجب عليه أن يسد حاجته بالنفقة والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه إذا كان نفقته واجبة عليه وهو قادر على الإنفاق عليه سد حاجة من النفقة من غير الزكاة فلا يجوز أن يعطيه من الزكاة لكن إن كان إذا كان لا يتمكن من ذلك ما عنده ما يكفي حاجة والده وولده من الزكاة فله أن يعطيه من الزكاة ما عنده ما يكفي حاجة والده إلا من الزكاة فله أن يعطيه من الزكاة لأنه في هذه الحال لا يدفع عن نفسه شيئا إن النفقة ليست واجبة عنه لعدم قدرته عليها نعم تارك الله فيكم أبو راما من العراق سلام عليكم سلام عليكم عليكم السلام حياك الله أبو راما بس السؤال قربي واتمنى الإجابة هيكون ماضحة طيب أسأل ما هو سؤالك بس بالنسبة إحنا ما عندنا بعراق إنه كوبيع بالآجب عملة الدولار نعم عندنا هنا ببيع بالآجب إنه شنو الميت دولار تنضاع فترة يعني سنان بشهر فتنضاع بغير فترة فشنو هي حكومة الشرعي حلال أو شنو شكالها طيب يعني مثلا حاليا عندنا الميت دولار السوي بالدينار العراقي 120 ألف طيب طيب واضح السؤال إذا تبيع حول تنزيل بعد شهر ثم باع أنه 130 أو 140 ألف طيب واضح سؤالك يا برام واضح السؤال نعم سؤال آخر لا تسمع الإجابة إن شاء الله شكرا لك أيما من أردن سلام عليكم رسول الله وبركاته حياك الله يا إيمد فضل أعظم الله أزركم يا شيف وإحسن الله عزائكم إن شاء الله آمين تزاكر الله وخيرك الله يسمى الله أزركم رسول الله أزركم شكرا لك يا أخ أيمن نورة من مصر السلام عليكم سلام عليكم حياك الله أعيز أكثر لفشيخ خالف عن حاجة أختي نورة رفع صوتك بارك الله فيك في بعض سريجات الإتصالات في المصر وبعض سريجات اللي احنا نتعامل معها بسرعة أعلام اللي هو النقليين أو الناس أو حديث الجنس أو كده فالي أجل نحن نتعامل معها وشركات الإتصالات جيني تعمل معها كي ولا لأ وإحنا نشد في الخالف جدا جدا وإحنا ننظر أنه هو يدعونا يعني إن شاء الله بارك الله فيك تسمع الإجابة إن شاء الله يا أختي نورة طيب أم محمد من السعودية السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا أم محمد إن شاء ليه قريب يعني من مرض الضمور في المقر فبسر الشيخ عن طريقة الصلاة ودع الشيخ أن يدعي يعني يدعي إن الله يشفيه وإن الله يوفقه يعني هو يعني يعني مستلق على ظهري يعني لا يتحرك ولا لا لا يتحرك ويمسي في مشكلة بالضبور والنصف طيب طيب أسر الشيخ أن يدعي إن الله يوفقه طيب تسمع الإجابة إن شاء الله أيضا أم محمد من السودان سلام عليكم وعليكم حياك الله يا أم محمد تفضل بأسئلتك رم محمد اسمعينا من الهاتف بارك الله فيك أغلق التلفاز عندي سؤالين في شاء الله طيب بس أغلق التلفاز يا أم محمد حتى نستطيع سماع الصوت بشكل واضح تفضلي بأسئلتك ذهبت طيب شيخ خالد نعود إلى أسئلة المتصدين وهنا سؤال للأخ أبو راما يسأل عن البيع بالآجل يسأل عن بيع العمولات بالآجل نعم عن بيع العمولات بالآجل وأن الأسعار تختلف في كل فترة بيع الدولار بالآجل سواء اختلف السعر أو لم يختلف لا يجوز لأن العمولات في قولي أكثر علماء العصر وهو الذي صدرت به الفتاوى من جهات علمية عديدة مجامع وليجان وأفراد أن العمولات تعامل معاملة الذهب والفضة فكل عملة تعتبر جنسا مستقلا فإذا بعت الدولار بالريال فأنت كما لو بعت الذهب بالفضة كذلك سائر العمولات على اختلافين الريال بالجنيه الجنيه بالدينار وهلوم مجر كل عملة بلد حتى لو اتفقت في الاسم فإنها تختلف في الحكم وتعامل معاملة بعد ذهب بالفضة لأن كل عملة جنسا لأن كل عملة جنس مستقل هذا ما يتصل بهذه العمولات من حيث تكييف والفقهي وعند غالب علماء العصر وبالتالي إذا باع عملة بعملة يجوز التفاضل فيجوز أن يبيع دولار بعشرين ريال أو ريال بعشرة جنيهات أو ما أشبه ذلك من التفاوت في العدد لكن فيما يتعلق بالتقابض لا بد من أن يكون هناك تقابض في المجلس بحيث أن لا يتفرقوا بينهما شيء لأن الذهب والفضة إذا بيع فإن الواجب فيهما ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة فإذا اختلفت الأصلاف فبيعوا كيف شؤتم إذا كان يدا بيد إذا كان يدا بيد فلا بد من التقابض وعلى هذا جارت الفتوى في قول غالب علماء العصر فلا يجوز بيع الدنار بالدولار بأجل بل لا بد من التقابض في مجلس العقد لأجل أن يسلم العقد من ربا نسيئة نعم بارك الله فيكم ولا فرق في ذلك بين أن يكون سعر الدولار ثابتا أو متذببا نعم بارك الله فيكم أي من من الأردن يقول أنه نسي في صلاته وسجد سجود السهو بعد الصلاة بالإضافة إلى أنه اعتبر مع سجود السهو سجود شكر جعلهما سجودا واحدا هل له أن يشرك هذه النية أنا فهمت أنه نسي سجود التلاوة نسي سجود السهو نسي سجود السهو وسجده مع سجود الشكر في نفس الوقت لا سجود السهو يختلف عن سجود الشكر سجود السهو قد يكون في الصلاة وقد يكون خارج الصلاة تابعا لها ولكن لا علاقة له يعني لا يجمع مع سجود السهو لا لا يجمع طيب ومن نسي سجود السهو إذا نسي سجود السهو وطال الآبات فلا لا حاجة للسجود في قول جمهور العلماء يسقط عليه يسقط عنه لطول الفصل وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يسجد متى وذكر لعم قول النبي عليه السلام من نام عن صلاة الوصي فليصليها إذا ذكرها فإذا سجد حتى لو طال الفصل الأمر في هذا قريب وصلاة صحيح صلاة وصحيح نعم أيضا شيخ سجود التلاوة شيخنا هل يلزم من تاريق قرآن أن يكون يعني أثناء السجود على قبلة أو الذي عليه جمهور العلماء الذي عليه جمهور العلماء فيما يتعلق بسجود التلاوة أنه يشترط فيه ما يشترط للصلاة من طهارة وستارة واستقبال القبلة وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن سجود التلاوة يصلح على الحال التي عليها الإنسان متطاهرا لابسا لباسا الذي يلبس في الصلاة متوضعا أو غير متوضع مستقبلا للقبلة أو غير مستقبلا للقبلة كل ذلك مما رخص فيه جماعة من أهل العلم لأن سجود التلاوة ليس صلاة إنما هو سجود بسبب التلاوة ولا يأخذ حكم الصلاة فلا تثبت له أحكام الصلاة وأذق الأقرب إلى الصواب والأكمل والأحضل والأسلم من النزاع أن يكون إنسان على طهارة وستارة واستقبال القبلة في سجود التلاوة الله أعلم هل فيه تسليمتان؟ سجود التلاوة السلام فلم ينقل عن النبي في سجود التلاوة أنه كان يسلم إذا فرغ من سجود التلاوة بارك الله فيكم نورا من مصر تقول أن لديه عما إذا كان سجود التلاوة في الصلاة إذا كان سجود التلاوة في الصلاة فإنه سيكبر للسجود وللرفع منه لعموم قول قول من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع في حديث وعلي بن حجر في المسند بارك الله فيكم الأخت نورا من مصر تقول أن هناك شركات اتصالات تتعامل مع مع أشخاص مخالفين للدين قالت ناس مثليين أو نفترض أنهم ناس خارج الملة أو ملحدين ربما تتعامل معهم في دعاياتهم أو في إعلاناتهم هل لهم أن يتعاملهم مع هذه الشركة من حيث ناصر يجوز مدام المعاملة التي بينك وبين هذه الشركة أو هذه الجهة معاملة صحيحة لا تتضمن محرما فالعقد صحيح لكن كل سن يختار أن لا يتعامل مع شركة ما أو جهة ما لملاحظات عليها سواء كانت ملاحظات تتعلق بأدائها أو بطريقة عملها أو بخلفيات أخرى لا يرغبها هو في ذلك له كامل الاختيار في الامتناع لكن مسأة الحل والحرمة منوطة بصفة العقد الذي يكون بينك وبين هذه الجهات بارك الله فيكم هنا سؤال شيخ خالد يقول من فاته وقت قراءة أذكر الصباح والمساء ناسياً أو نائماً هل عندما يذكرها يعني يقولها أو تنتهي بانتهاء الوقت لو نعم الإنسان وما استيقظتها بها أو تأخر وذكرها وأتى بها فهو خير وقاتل ذكر أذكر الصباح من طلوع الفجر إلى ارتفاع الظحى وقبيل الظهر وأذكر العصر أذكر المساء من بعد صلات العصر إلى وقت العشاء وما بعدها ودخول وقت العشاء فالأمر في هذا واسع لكن يبادل في أول وقت ليجني ثمار هذه الأذكار ومنافعها من أول الوقت ولو شغل عنها أو نسيها أو نام عنها فيأتي بها بعد استيقاضه مدام الوقت باقياً لكن لو ذهب وقتها فلو أتى بها فلا بأس لكن دعا لها سنة فاتم حلوة نعم بارك الله فيكم أم حمد تقول أن أخاها لديه ضمور في المخ تسأل عن كيفية الصلاة بالنسبة له كذا كان عقله غائباً بمعنى أنه لا يميز فلا صلاة عليه الصلاة ما نعطها التكليف وأما إذا كان حاضر الذهن لكن يحتاج إلى أن يعان مثلاً في طهارة أو يعان مثلاً في بعض التذكير الذي يكون في صلاة فليفعل ويترفق به ليأتي بالصلاة على ما أمكن لكن كان غائب الذهن فلا صلاة عليه وبالتالي لا يلزمه شيء وسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه وأن يعمى بالعافية الجميع اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين أيضاً من الأسجل التي لديه شيخنا أحد السائلات تقول أو تسأل عن الكدرة بعد دم النفاس هل تعتبر من النفاس الكدرة صواباً أنها ليست بشيء لا في الحيض ولا في النفاس وبالتالي ما تنقطع الدم طهرة المرأة على الراجح من قوله العلمة من أهل العلم من يعد الكدرة في زمن الحيض حيضاً وكذلك الملحقة بالنفاس من النفاس والذي يظهر أنه لا يعد حيضاً ولا نفاساً فما تنقطع الدم استريح فإنها تغتسل للصلاة ويزول عنها حكم الحيض والنفاس نعم بارك الله فيكم ياسيم من السودان السلام عليكم أخي ياسيم فضل علينا السلام ورحمة الله حياك الله تفضل بيأسئلتك فضل عندي أخواني عندهم مقهة المقهة تفع لنا في المباركة من مجال السبا خلال الله عن السلس في جمع الناس وعليه طيب سؤال آخر تسمع الإجابة إن شاء الله أبو إسلام من الجزائر سلام عليكم أبو إسلام طيب أيضا يا شيخنا من الأسئلة الرواتب هل عليها زكاة علما أننا نصرف منها ويبقى منها لكن لا نعرف كم يبقى فيما يتعلق بالرواتب والأجور الشهرية أو اليومية زكاة زكاة في أن يحدد الإنسان ما يكون يوما في سنته ليزكي مدخراته هذا إذا كان هناك الدخار أما إذا كان الراتب يمضي وينتهي قبل مضي الحول فهذا لا زكاة فيه لأنه من شرط وجوب الزكاة أن يبلغ نصابا وأن يحل عليه الحول هذاني شرطان أن يبلغ نصاب وهو القدر الذي تجد فيه الزكاة وهو مقدر بالفضة أو الذهب على قول بعض أهل العلم والشرط الثاني أن يمضي حول أن يمض تمر سنة والمال هذا في يده فإن كان كثير رواتب يدخر منها شيء فإنه تجد في سكاته بمرور الحول طبعا إذا كان مثلا يدخر كل شهر مثلا ألف ريال أو يدخر ألف ريال أو ما إلى ذلك ويضعها في حساب فهنا سيحسب من الادخان الأول قد يقول يصعب عليه إدراك كل مبلغ لحاله فهنا نقول إذا دار السنة على هذا الحساب المدخل حساب الادخار انظر ما فيه جميع ما فيه ويخرج زكاته وستكون هذه الزكات عن المال الذي حال حوله والمال الذي لم يحل حوله وتكون زكاته مقدم وبالتالي يسلم من ملاحقة كل ادخار على وجه الانفرات نعم بارك الله فيكم أم زيد من عراق السلام عليكم أحياك الله بسأل نور وم زيد فضلي بيسألتك بدون زحمة أي سعار ممكن تصيله من الشيخ بدون زحمة فضلي ما هو سؤالك عندي عندي ولد عندي ولد السار نعم ام زيد معنا ام زيد ذهبت احمد بن السعودية السلام عليكم عدد القرآن في الصالح في المنجل ما عدد يجول ولا ما يجول عدد وشتار هارطون احمد احمد تفضل ما سمعنا سؤالك سمعنا النصف ما هو سؤالك من الأول هو سؤال واحد اقول لك عندي العوان لما يرغب كل الانه مرغب احول تلع الجيور ونجل الصالح حول على القرآن وعنه اقتصر لي الصدر فما عدد يجول ولا ما يجول الله من واضح ليس واضح أنا السؤال أعد سؤالك اخي احمد ذهب ذهب احمد يعني نتمنى توضيح الاسئلة يأخذونه نعم اول اخوان في الكنترون يأخذون الاسئلة اللي لم تتضح لدينا الاخ ياسين يقول ان هناك مقهى يعني تعرض فيه المباريات هل يجوز العمل فيه او يعني ما يربحه هذا صاحب المقهى هل هو من المال الحلال هو يقدم القهوة و ما الى ذلك من المشروبات المباحة فالأصل يباح نعم طيب ايضا من الاسئلة شيخنا بارك الله فيكم طيب امت الله من العراق سلام عليكم امت الله اه الاتصالات اليوم محمد محمد من العراق ايضا صدر يا محمد اخي محمد طيب قطعت الاتصالات هنا سؤال شيخ خالد يعني هناك يعني سؤال هو غريب يقول ما حكم يعني لعن نفسه ان لا يدخل بيته فلان ربما يعني قصد بهذا الحلف يعني بهذه الطريقة وان رجع عن هذا اليمين ودخل الى هذا البيت هلها عليه كفارة ربعا سؤال من شقين يعني هل الحلف اليمين بهذه الطريقة جائز يعني عن الإنسان نفسه وايضا لو يعني لو خالف هذا اليمين او يعني فعل ما ما منع نفسه منه هذه الصيغة ليست يمينا انما هي في حكم اليمين في قول جماعة من اهل في قول جمهور العلماء وذلك ان يلزم نفسه ما يكرهه كان يقول عليه كذا من اللعن والسب والشتم او اهلكه الله او عذبه الله ما اشبه ذلك من الكلام الذي يلزم فيه نفسه بما يكره ان لا يفعل او ان يفعل او ليصدق كلاما او ليكذبه هذا في حكم اليمين و يلزمه اذا خالفه ان يكفر كفارة اليمين نظير التحريم في قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم فهو يشبه التحريم لانه ان يلزم النفس بما تكره من منع او ما اشبه ذلك ياخذ احكام الظهار لا حكم اليمين الظهار غير لكن هذه الصيقة حكم التحريم وهو في حكم اليمين وهذه الصيقة يا شيخ تكون جائزة لا اصلا لا ليس المؤمن باللعال ولا بالطلاع لا عن نفسه ولا غير لكن اذا وقعت منه فما الحكم الحكم انه اذا خالف ذلك فعليه كفارة نعم طيب بارك الله فيكم سنة من الاردن سلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام حياك الله يا سنة مع لشي فضيك السيخ خالد يعني انا بتمنى انك تريح لقلبي بهذا السؤال تفضلي ما هو سؤالك السؤال انه انا يعني بعتذر اول شي اكمل يوم انا صار معي حادث من السبوع حادث كتير كان خطير الحمد الله نزاني انا ولادي فانا دايما بس السؤال بس بدي فضيك خالد يجاوبني عليه ربنا لما ينزل الانسان من حادث مميت لقدر الله هل بيكون بعد قضاء الله وقدره انه العمل حير فيه او لانه لارض صغار او لانه ذكر اذكار ودعاء قبل الحاجز بثواني مثلا يعني فاهم عليه فضيك طيب واضح واضح سؤالك شكرا كتير تسمعيني جهاب والف سلام عليك اغتناء ابو عبد رحمان السعودية سلام عليكم سلام عليكم عليكم السلام حياك الله عبد الرحمن عن سؤال واحد ما هو سؤالك اذا ما قدرت قدر قدر الليل هلجوز اني قدر بعد صف صجر مباشرة طيب طيب تسمع الاجابة ان شاء الله طيب شيخ خالد سؤال اخت سناء يعني هل يعني ان حصل له مكروه في هذه الحياة ونجاه الله منه هل يعني يقول ان هذا الامر كان بسبب يعني عمل صالح او بسبب ان الله رحم الاطفال او يجعل سبب من اسباب الدنيا كيف سبب من اسبب الدنيا اي سبب او او من اسبب عماله الصالحة يجعل ذلك بسبب اعماله الصالحة التي عملها يقول ان الله مجان بهذه الامال هل الانسان تلفظ بهذه الكلمات أو يعتقد هذا الأمر على كل حال النجاة من مكروه هو من فضل الله تعالى على العبد وقد يكون ذلك بسبب من عمل الإنسان وقد يكون ذلك فضلا من الله محضا لا يدل الإنسان فيه وفي كل الحالين ينبغي له أن يثني على الله وأن يشكره وأن يرى الله من نفسه خيرا بعدما حصل له من النجاة ما يؤمن وما يحب ولا شك أن الأذكار الشرعية والأوراد مما يقل الله تعالى به الإنسان الشر الكثير ولكن قد ينجي الإنسان من مكروه ولم يذكره فتعيين سبب معين للنجاة من قاطعة محددة هذا لا يمكن الجزم به ولكن في الجملة سواء كان له سبب أو لا سبب له من قبل الإنسان فهو من فضل الله عليه الذي يستوجب شكره والإقرار بفضله والإقبال عليه وإحسان العمل نعم حتى الناس أيضا يقولون سبحان الله الله أنجر فلان بسبب أعماله الصالحة يعني هم كذلك يطلقون هذه الأمور قد يكون هذا قد يكون هذا يعني إطلاق مثل هذه الأمور قد يكون لكن الجزم يا أخي أنا أتكلم عن الجزم الجزم لا يمكن أن يزم إنسان النجاة التي حصلت له بسبب كذا إلا أن يكون عنده بيّنه برهان وأيضا على النقيضة شيخ خالد قد يقول مثلا يأتي إنسان مصيبة فيقولون أصابه الله بهذه المصيبة بسبب ذنوب أو بسبب شره على الناس أو بسبب ما فعل على كل حال كل ما يسأل إنسان مما يكره قال الله تعالى وما أصبك من مصيبة فبما كسب تهديك لكن تحديد أمر معين أو الجزم فهذا يحتاج إلى دليل أما الإجمال والعموم فلا شك أن الصالحات من أسباب النجاة وأن السيئات من أسباب الهلاك ولكن لا يجزم في ذلك في واقعات معينة إلا بدليل صحيح بارك الله فيكم أبو عبد الرحمن سأل عن قضاء قيام الليل بعد صلاة الفجر قضاء الوتر أو صلاة الليل بعد الفجر نعم هو المشروع لمن فاته حزبه من الليل فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته حزبه من الليل صلىهما بين صلاة الصبح والضهر بارك الله فيكم لعلنا يا شيخ نختم بهذا السؤال يقول الإنسان الذي يشتد به الحزن لفراق والدته هل ينافي ذلك كمال الصبر إذا رافق هذا الحزن تسخط في قلبه أو تسخط في قوله أو في فعله لا شك أن هذا خالج عن حدود الصبر المضروب والواجب على العبد لكن إن كان ألما لفقد من يحب ومع الصبر والاحتساب فهذا سيذهب على أيام لأن الإنسان يسلو ولو كان من فقد حبيبا دام حزله لما نعي ما أحد بيعيش لأن كل أحد يفقد حبيبا يوما من الأيام سأل الله يجمعنا بمن نحب في مستقر رحمته وأن يفرغ علينا صبرا في من ألقاه مما نكره اللهم أمين شكر الله لكم الشيخ خالد عبد الله مصلحة لا تفضلكم بالإجابة على أسئلة المتصدين أنا أشكرك وأشكر الأخوة والأخوات وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد وأن يحفظ بلادنا ويحفظ أولة أمرنا إلى ما يحب ويرضى وأن يسددهم في الأقوال والأعمال وأن يرينا في أنفسنا وفي إخواننا وفي أهلينا وفي البشرية ما يسرنا وما نحب وصلى الله وسلم على نبينا اللهم صلي وسلم على نبي محمد أنتم مشاهدي الكرام شكرا لكم على حسن متابعتكم للقاء هذه الليلة غدا موعد جديد بمشيئة الله تعالى إلى ذلكم الحين نترككم في حفظ الله ورعايته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته